حفرية تمساح من عصور ما قبل التاريخ بتعود لسبعة مليون سنة اكتشفت في بيرو وأعطت أيضاً علماء الحفريات دليل إزاي وصل تمسيح العصر الحديث إلى اليابسة حفرية تمساح من عصور ما قبل التاريخ تعود لسبعة ملايين سنة اكتشفت في بيرو وأعطت علماء الحفريات المزيد من الأدلة عن كيفية وصول تمسيح العصر الحديث وجميع كائنات المياه العذبة في بيرو إلى اليابسة أول مرة قادمة من البحر ووفقاً لفريق بحث بيروفي قم بتحليل بقايا الفك والجمجمة لهذا النوع فمن المحتمل أن يكون التمساح قد عبر المحيط الأطلسية إلى ساحل أمريكا الجنوبية واستقر في النهاية فيما يعرف الآن بجنوب بيرو وقال الباحث رودولفو سالس إن فريقه جمع أجزاء من هيكل عظمية من هذه الكائنات خلال السنوات الماضية وبعد العثور على عظام فك في صحراء ساكاكو في بيرو في عام 2020 فهم الفريق كيف تطورت هذه الحيوانات بعد العيش في المياه المالحة وعن هذا النوع الذي أطلق عليه اسم ساكاكو سوتوس كوردوفاي قال سالس إن النوع الجديد من التماسيح الذي كشفوا عنه النقاب عاش في ساكاكو قبل سبعة ملايين سنة وأضف أن أسلاف هذا النوع بلغت أطوالها أربعة أمتار وساكاكو هو موقع سبق أن عثر فيه على هيكل عظمية لحيوانات ما قبل التاريخ ويقول الخبراء إنه قبل ملايين السنين كانت الصحراء قاع بحر عميق تسكنه الحيتان وأسماك القرش العملاقة والتماسيح وغيرها من الأنواع البحرية الأخرى وقال سالس إن الفريق توصل إلى أن جميع التماسيح البحرية كانت حيوانات ذات وجوه طويلة ورقيقة وأن تطورها كان على شكلين إذا تغذى أحدها بشكل شبه حصري على الأسماك والآخر اتبع نظاما غذائيا أكثر عموميا ويعد جنوب بيرو مصدرا غنيا لبقايا عصور ما قبل التاريخ